موسيقى ياهلا وسهلا فيكم من جديد بعد التطور المشهود اللي تواصل فيه مملكة البحرين راح يتم اطلاق اول حاضنة اعمال طبية على مستوى البحرين والخليج العربي في الاسابيع الياية واللي يهدف طبعا هذه المشروع الى الكثير من الاهداف ويعتبر الاول من نوعه في المجال الطبي في المنطقة ومثل ما قلنا يهدف لتوفير مجموعة من العيادات المستوفية لشروط الجودة المقررة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرا الشيء المختلف في هذه المشروع انه راح يقدم جانب باقم من الخدمات الطبية الميسرة للاطباء يعني انه راح يوفر طواقم من الاطباء المؤهلين الى جانب العديد من الخدمات اللوجستية والتدريبية المساندة اللي تسهل على الاطباء اطلاق مشاريع عياداتهم الخاصة فيما بعد يعني تخيلوا لوين وصلنا ان احد يبي مثل الاطباء المؤهلين يحتاج انه يكون عنده عيادة الخاصة يحتاج انه يكون مشروع الخاص من خلال هذه الحاضنة الطبية راح يتم توفير هذه الشيء لكن عشان نتكلم اكثر عن هذه الموضوع ونعرف تفاصيل اكثر حول هذه المشروع معانا الاستاذ احمد صباح السلوم رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس ادارة حاضنة مجمع بوابة الخليج الطبي مساك الله بالخير سابي مسيش بالنور خير رغاية وايضا معانا الدكتور حسين الميل رئيس الاطباء في المجمع الطبي مرحبا دكتور اهلا سهلا المشروع جميل كفكرة وكأهداف مرجوة في المستقبل ان شاء الله بس في البداية سيد احمد حابين اتكلمنا عن المشروع من البداية من وين يات الفكرة وشنهي الحاضنة الطبية اول شي اشكركم ان اليوم تستضيفونا شان تعرفونا اكثر عن الحاضنة الطبية وان هذا الموضوع اخذ اهتمام يعني الحمد لله نسل بغيناه اه فكرة الحاضنة الطبية يعني هذه فكرة من قبل تقريبا سنتين او سنة ونص تقريبا كنت افكر ان الاطباء اللي موجودين في البحرين اطباء عندهم كفاءات عندهم خبرات نبغي شون نشركهم معانا في الغطاء الخاص شون نشتغل معاهم فكنت لاحظ ان الاطباء كثيرين من الاطباء الاستشاريين والمتخصصين لما يطلعون يفتحون عياداتهم الخاصة ومراكزهم الطبية لأسباب يعني معروفة بعض الشيء انهم ما يقدرون يوصلون هذه الفكرة او مركزهم ما يشتغل بالطريقة اللي هم يرجونها او اللي هم يفكرون فيها الاسباب تكون اكثرها مثلا ما عرف اشنون يعرف بنفسه او يعرف بخدماته ما عرف اشنون هو يدير هذه المركز المركز يحتاج ادارة يحتاج ادارة موارد ادارة مالية خبرات ادارية يحتاج كثير من الخبرات الادارية هذه الامور تغيب على الدكتور لان الدكتور اصلا ما يملك الوقت يقضيه في ان يشوف هذه الامور هو يعني يكون مشغول بعياته الصباحية وعياته المسائية ومراجعة المرضى يعني حياته تركيبته تختلف عن حياته اللي هو يدير واذا هو راح ياب موظفين في بداية مشواره لما هو يفتح هذا النوع من الايادات او المراكز الطبية طبعا راح يرفع التكلفة تشغيلية له اذا ارتفعت التكلفة التشغيلية تخليه في مخاطرة في مواصلة المشروع ماله صحيح فلذلك انا فكرت ان احنا شون نسوي حاضنة طبية تجمع الاطباء ان احنا نوفر لهم جميع الخدمات اللي هم يحتاجونها من كوادر طبية من اجهزة من ادارة من تعريف بهم في السوق يعني وسط الناس احنا عندنا طباء يملكون الكوادر الطبية وان يعالجون الناس بطريقة يعني ما شاء الله عليهم يتكلمون فيهم نعم قوائم الانتظار اللي هم عندهم في المستشفيات الحكومية وحتى في بعض المستشفيات الخاصة يعني بالاسابيع والشهور صحيح فبالتالي هو لما هو ييه ويفتح للأيادة لما هو ما يتوفق فيها يعني معنات انه غلط في التركيب فيه فيه خلط بس مو من الدكتور نفسه صحيح صحيح نعم فحنا عندنا الدكاتورة عندهم هذا يعني الكاملة عندهم انهما يستطيعون قدموا الاستشارات يحتاجون بس مكان يبتدون مننا يبتدون فيه فياتني فكرة الحاضنة الطبية وفعلا احتخذيننا مكان واسسنا يعني اوش انا يعني احب اقول ان هذه الفكرة يعني كانت فكرة بعد ما انا قاعت مع يعني رجل العمال فاروق المؤيد وشرحت له هذه الفكرة وشن الاهداف اللي ارجوها منها رحف فيها وقال احنا ندعمكم ونبيكم تسوونها فكرة جدا ممتازة يعني هذه الفكرة اولا هي راح تخدم لطباء انه يحصل مرحلة ينتقل فيها لمرحلة ثانية انا استأذنك في ذلك سيد احمد يوم اننا تكلمنا عن الاطباء خلينا نروح اقل دكتور حسين وبنلجع نواصل في موضوع الحاضنة دكتور حسين انشاء مثل هذه المشاريع شالي راح يضيف القطاع الصحي طبعا سيدنا رحمن الرحيم ناس ما تفضل اخي احمد ان الاطباء كثير منهم متمكنين من ناحية العلمية والاكاديمية هم قادرين على تقديم الخدمات الصحية في القطاع الخاص لكن كثير منهم فتحوا عيادات واضطروا ان يغلقونها لان مشاريعهم فشلت ليس لأسباب طبية لأسباب ادارية لأسباب لوجستية لأسباب تسويقية فالطبيب مدرب انه يعالج انه يشخص لكنه غير مؤهل انه يدير يدير صحيح فهذه الحاضنة الفكرة طرحناها على الجماعة في جمعية البحرين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللجنة الطبية تبنت هذا المشروع واشتغلناها على مدى سنتين لما نوصل الى مرحلة التأسيس وبدء المشروع فالشيء اللي يضيف الحاضنة انه نستقطب الأطباء والأطباء يستطيعون ان يقدمون خدماتهم هناك أطباء كثيرين مهرة الناس خسرتهم لانه ما هو قادر يوصل الى انه يدير عيادته وبالتالي يقدم خدماته فهم متواجدين في المجتسفيات الحكومية هناك صعوبة في الوصول هناك صعوبة للوصول اليهم نستقطب هؤلاء الأطباء وخدماتهم ستكون موجودة الى المواطنين والمقيمين بطريقة سهلة وميسرة نعم جميل يعني معنات أستاذ أحمد نرجع حق موضوع الحاضنة نفسها وفكرتها وبداياتها اليوم طبعا عرفنا ان تم الافتتاح وبدأت بعض العيادات تشتغل فيها لكن بعد يعني حابين نوضح حق المشاهدين بشكل أكبر عن هذه العيادات الأطباء اللي فيها عدد الأطباء اللي حاليا متواجدين في هذه الحاضنة هو الأول يعني المركز اللي هو مركز بوابة الخليج الطبية اللي هي الحاضنة فيها سعة 18 عيادة وكل عيادة نستطيع نشغل فيها ثلاثة طباء فلو تحسبينهم حسبه سريعة طلع 54 طبيب نقدر نحن نشتغل فيهم في مكان واحد تنظيم العيام مع الفترة الصباحية المسائية بالكوادر اللي نحن موجودة معا نتساعدهم بالاستقبال بالأجهزة اللي موجودة بالمختلفة التخصصات نحن تقريبا نغطي أغلب التخصصات الطبية اللي موجودة باستثناء التخصص يعني التخصص أو تخصصين يعني الدكتور هو أخي يتكلم فيها أكثر فيها نحن اليوم يوم فتحنا فتحنا تقريبا من أسبوعين الافتتاح التجريبي والافتتاح الرسمي رح يكون في الأسابع القادم إن شاء الله يعني عندنا تسعة طباء من أول ما فتحنا تسعة طباء على طول يولنا وتخصصاتهم مختلفة هاي الصور اللي قاعدين تشوفها معاك حين سيد أحمد ومشاهديننا بلضبط هذه هي صور المركز وهذه كل صورة تتكلم عن تعب وشيقة شلون وتغير كل في شكل المجمع بلضبط يعني اللي حب أقول أنها هي في مجمع الخليج الطبي اللي موجود في السلمانية وأنا تعمت أختار هذه الموقع لأنها هي أول مجمع طبي أنشئ فيه اللي هو الطب الخاص في البحرين جميل فأنا كنت حاب أن أكون بعد موجود معهم في أول حاضنة طبي أول حاضنة حلو وهذه الموقع فيه كل التسهيلات الموجودة حق الأطباء من ناحية الصيدليات موجودة من ناحية محاولة أموكن تحاليل الدم العشعة كل شيء موجود ومستشفى السلمانية الطبي اللي هو أكبر مستشفى حكومي يبعد خمس دقائق عنه يعني كل شيء متوفر يعني بيئة مناسبة مناسبة صح دكتور حسين المراجعين اليوم شنو ممكن يستفيدون من إنشاء مثل هذه المجمع طبعا نوعية الخدمة اللي بيتقدم اللي برح تكون مختلفة عن الطب الحكومي من حيث سرعة تلقي الخدمة هذه أول نقطة حال حال أي مكان آخر في الطب الخاص لكن فكرة الحاضنة أن تكلفة تشغيلية على الطبيب قل يعني الطبيب يدفع تقريبا 10 إلى 20% من التكلفة الحقيقية ما إذا فتح عيالته الخاصة أو مشروع الخاص صحيح فلما تقل التكلفة على الطبيب وهذه أهلة أن يقدم خدماته للمراجعين بسعر أقل فحنا نتوقع أنه خلال السنوات القادمة قد تنخفض سعر الاستشارة إلى 50% عن سعرها الحالي صحيح باعتبار أنه رح يتحمل جزء بسيط والحاضنة نحن نتحملها نعم يعني معناتها دكتور هل ممكن في المستقبل القريب إن شاء الله أيضا نشوف أنه في أطباء مستثمرين معاكم في هذا المشروع ويصير في إقبال كبير طبعا طبعا هذا شيء مفتوح وهذا أول مشروع نقوم فيه لجنة طبية في جمعية البحر اللي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحن بصدد أن ندرس حاليا في فتح مشروع آخر مماثل بس بشكل أكبر في منطقة الرفاع إن شاء الله سيد أحمد هذه النوعية من المشروعات يعني تهيئ لي في البداية قبل إطلاقها لابد أنه كان فيه شوية تحديات لابد أنه كان فيه شوية صعوبات مرت عليكم حتى يتم إقناع المجتمع بفكرة هذه المشروع أريد تتكلمنا عنها شفايا والله مثل ما يعني مساعة كنت أبقى تكمل اللي هو المشروع يوم بغينا الرخصة هي فكرة جديدة ومو موجودة يعني في البحرين ولا حتى على مستوى الإقليمي جامع لأنه لا يوجد شيء نيبا نرويهم نحن نبي نسوي نحن أنشأنا إياهم وأنشأنا حتى طريقة ترخيص لها فأول جهة رحت لها اللي هي وزارة التجارة والصناعة طبعا وزير كمان مشكور حولنا على إدارة تنمية المشروعات الصغيرة متوسطة هنا قاعدنا مع الشيخ الفاضل مديرة الإدارة شرحنا لها الفكرة تبنتها وحبتها واشتغلت معانا فيها بعدين استضمنا أنهنا لازم بعد نكون مع نهرة لازم نهرة يكون لها دور لأنه هذا مشروع طبي مشروع طبي لخصوصية ولطريقة ترخيص ولأمور كثيرة يعني أنا كانت تغيب عني في ذلك الفترة لم أكن تعرفها بعد قاعدنا مع نهرة وقاعدنا مع رئيسة تنفيذية لنهرة الدكتورة مريم الجلاهمة كل رحابة صدر أجبتها الفكرة واستانست أن البحرين من أوائل الناس اللي بطبقون هذا النوع من الأفكار والحمد لله يعني خذت وقت وخذت إجراءات وهم اطمأنوا على كل المراحل أنها تكون صحيحة ومغطية من جميع النواحي القانونية والطبية والأخطوة هذه وتم مصدار المشروع تقريبا رخصة قبل شهر ونص الحمد لله فعقوة ما حصلنا الرخصة بدنا أن نكمل تجهيزات وفتحناها اليوم يعني أول فبراير يعني فتحنا والحمد لله لقينا رواج أنا اللي أقوله يعني مجال الطبي في البحرين مجال لمستقبل كبير وإذا صارت فيه شراكة مع القطاع التجاري في البحرين هذه راح يحقق رؤية سمومة للعهد الاقتصادية 2030 أن البحرين تكون خيار للسياحة العلاجية الأطباء أنفسهم ما يستطيعون يستثمرون في المجال الطبي بنفسهم ولا يستطيعون هم يديرون لكن مهما يستطيعون شراكات مع القطاع الخاص إحنا راح نطلع بنماذج مماثلة حق الحاضنات وحق أشياء أفضل صحيح فعني أنا أتوقع أن هذه الحاضنة راح هي تكون حرقة الجسر ما بين الأطباء وما بين رجال الأعمال أن يرتقون في هذا المكان وشيء بعد لبي أضيفة أن في هذه الحاضنة راح تكون فيه ورش تدريبية حق الأطباء تعطيهم مهارات في الإدارة تعطيهم مهارات في الحساب يعني تعطيهم مهارات بشكل مبسط اللي يخدم اللي هو الشيء تأهلهم أنهم في المستقبل تكون عندهم عياداتهم الخاصة ويديونها بشكل مبسط هذه أعتبر كمرحلة أنه يواصل أن يفتتح عيات مركز ماله المستشفى اللي هو يطمح له يعني يعطي المجال حق آخرين أن يكونوا موجودين إن شاء الله دكتور حسين بالنسبة للتخصصات الحالية الموجودة في المجمع أبرز هذه التخصصات طبعا نحن بجالنا مفتوح لجميع التخصصات قدر الإمكان حاليا لدينا قسم الأوران برئاسة دكتور فريد خليفة هو اسم كبير معروف على مستوى البحرين لدينا قسم الأمراض العصبية برئاسة دكتور عيسى الشروقي هناك قسم الجراحة برئاسة دكتور جعفر الخزاعي هناك قسم الطب النفسي برئاسة دكتور عبد النبي درباص هناك قسم النساء والولادة برئاسة دكتور مراد كوخ هناك أيضا أطباء من خارج البحرين بدأوا يسجلون أساميهم عندنا عندنا طبيبين من مملكة العربية السعودية الشقيقة قاعدين نرخصهم هو طبيب في الباطنية دكتور هشام رأفت وعندنا طبيب مشهور على المستوى من مملكة العربية السعودية هو استشاري تجميل دكتور صالح الغامدي أيضا دخل أوراقها في النهرة عساس أنه يدم ترخيصها ويبدأ العمل في الحاضر ما شاء الله يعني كلها أسماء كبيرة ولها وزنها ولها ثقلها فبالفعل لو تحقق للمراجعين أنهم يوصلون حق هذه الدكاترة بخبراتهم في مكان واحد وخلينا نقول برسوم بسيطة أكيد يعني المنفع بترجع للمواطن نفسه طب سيد أحمد هل في معايير للدكتور أو للطبيب اللي حاب أنه ينضم معاكم في المجمع لاختيار هذه الطبيب طبعا نحن نركز اليوم نخلي الفكرة تنجح أكثر ما يمكن فما ننبي أي مجال للأخطاء لا من ناحية الإدارية ولا من ناحية الطبية فاختياراتنا تكون دائما نختار يا استشاريين أو أطباء خصائيين نفسهم هذا النوع المطباء يعني راحوا دورات راحوا كورسات وتمرنوا واشتغلوا في المستشفيات وقطاع الطبي فترات طويلة اللي تخليهم من أخطائهم تكون جدا محدودة واستشاراتهم تكون دو فائدة حق المراجعين نفسهم الشيء اللي بواضحة بعد في الحاضنة أن كل طبيب لما يكون عندنا مسجل في الحاضنة عند استقلال بنفسه الرخصة تطلع باسمه هو صج محتضن عندنا بس الرخصة باسمه هو شخصيا يعني احنا من ناحية التحضرية اللي احنا خلينا عندنا في المركز بس اهو عنده كيان خاص ماله يعني في اي وقت تقدر هالكيان ينقله في اي مكان يبيه والاسم اللي يبنيه والسمعة اللي يبنيها بتكون ملكة كاملة احنا بس نكون معه شركاء وقت اللي يكون موجود معنا في هذه السمعة بس مجرد ما هو يحس روح انه استطيع يطلع يعني هالفرق الحاضنة عن اي مركز اليوم موجود في البحرين او المنطقة ان كل واحد يقدر يرخص اسمه الخاص ما يكون رخصته تحت اسمنا وان الترخيص يحصله في يوم واحد ما يحتاج ياخد اشهر عشان سيخرط اجراءات طويلة ان المركز مرخص مسبقا في جميع التخصصات فبالتالي انه مجرد ما يسجل الاسم يوم ثاني هو يقدر يطلع ويكون عنده اياته الخاصة حتى القرار لما ياخذه يوم ثاني يقدر وخلاص يكون في عادة خاصة وعنده رخصته خاصة ويشتغل والتجهيزات كلها موجودة سواء من ناحية التعميل متابعتها من ناحية المواعيد اللي احنا ناخذها من ناحية كل الامور الادارية كل شيء موجود من ناحية التعقيم يعني كل الامور الطبية مستوفية مجرد هو يبخبرتهم ويزوئ العمل واستثمرنا بعد يعني في شيء مهم اللي هو استثمرنا في نظام حق حفظ خصوصية جميع المرضى هذه نقطة وايد مهمة سيد أحمد يعني أتوقع الناس وايد مهم عندهم ذي شيء لنا مثل ما تفضلت قبل شوية قلت المكان بيكون كبير وفي العديد من العيادات فالناس ستبت عرض هذه الخصوصية بس قبل الخصوصية سيد حسين يعني وحنا نتكلم عن هذه المشروع شوفها قاد يضحك مآنم فأكيد دكتور يعني هذه النوعية من المشاريع بتوفر فرص للأطباء اللي خلي نقول اللي حابين يلتحقون في مجال الطب اللي حين على قوائم الانتظار فهل فعلا هذه النوعية من المشاريع ممكن توفر ذي الفرص لهم؟ هذا يمكن في المرحلة الثانية نتكلم عن حاليا في المرحلة الأولى نتكلم عن أطباء استشاريين اللي يستقبلهم المركز أو الحاضنة هم أطباء استشاريين هم أسماء معروفة ومؤهلين يقدمون الخدمة بشكل مستقل كل وحف يوم بحيارتها في حال لو طلعوا من هذه المستشفيات والمراكز الصحية اللي هم يعملون فيها وانتقلوا لعمل في المجمع الطبي فهيكون في فرص؟ طبعا لأننا نتوقع خلال سنتين نستقدم ما بين عشرين إلى ثلاثين أو يمكن حتى أربعين طبيب استشاري في هذا المركز خلال سنتين أو ثلاث مؤقل من نص هؤلاء رح يخرجون من هذا المركز مؤهلين أن يديرون مراكزهم الطبية الخاصة فيهم فتخيل يعني مؤقل من عشرين مركز طبي رح يخرج من هذا المركز أو من هذه النواة طبعا تقدرين تتخيلين حجم الوظائف وفرص العمل اللي راح تتوفر من الأطباء وممرضين وموظفين إداريين في كل هالمراكز الطبية اللي راح يأسسون هالأطباء اللي موجودين حاليا في المركز نرجع للخصوصية حين سباحناد ويعني هذا الشيء مثل ما قلنا أكيد يعني جانب جدا مهم عند الناس يابون يعرفون عنه وشلون أنتوا ممكن تحافظون على خصوصية المريض أو المراجع إحنا يعني استثمرنا في نظام متكامل يحفظ خصوصية جميع المرضى أنه ما في أي دكتور يقدر يدخل على أي شيء إلا الدكتور المعالج فقط اللي أول ما يدخل المريض يتسجل على هذا الطبيب فقط هذا الطبيب اللي يستطيع يدخل على هذا الملف لا الدعم الفني اللي موجود هناك أو حتى اللي أسس هذا النظام يقدر يدخل على هالمعلومات إلا الطبيب فقط والبكب مال هذه الديتا والمعلومات موجودة عندنا في مكان آخر مأخذين عندهم سبيس وحطينهم موجودة هناك فقط الطبيب يتأكدون منه أنه هو نفس الطبيب المعالج يعطونها إياه في سيدي ويقدر يفتحها وتكون مشفرة فبالتالي خصوصية تكون موجودة وانتقالها لما يفتح مشروعها الخاص يقدر يأخذها في سيدي واحد يطلع فيها حتى ما نملكها ولا نتدخل فيها يعني كاملة بالنسبة له واللي بعدها بيأكده أنه خلاص الطبيب لما يطلع يفتح مكان صار هو خلاص مؤهل أن يفتح فلما يوظف مثل ما قال الدكتور عشرين مركز طبي بيكون طبيب مؤهل مؤهل إداريا وطبيا وعنده الناس اللي تراجعه فهو عنده شيء متكامل فهي راح يبتدي عمل يوم ثاني فبالتالي راح يكمل المرحلة اللي احنا بدأناها يعني نحنا كنا مثل حاضنة ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع اللهم إن شاء الله وهذا اللي راح نختم فيه يعني أستاذ أحمد والدكتور حسين معانا في لقاء اليوم ماذا بعد هذه الحاضنة دكتور خطتكم من استقبلية نعم نسمى قل في بداية اللقاء أن نحنا نفكر أن نفتح مشروع مركز طبي مشابه لهذه الحاضنة هذه بس بأفكار أكبر بحيث أن الأطباء اللي يكونون موجودين هناك يتملكون العيادات مالتهم ولا يكونوا مستأجرين بحيث أن يستثمرون في العقار يكونون ملاك لهذا العقار هذه أول نقطة نشدد عليها ثانيا أن يكون هناك مساحة أكبر للمراجعين مثلا خدمات مساندة بإمكانيات أكبر من مختبرات وأشعة وصيدلية وغيرها نعم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق والنجاح لكم لأن فعلا مشروع بحريني يستحق أن نحنا كلنا نساند ونشجع هذه المشاريع وفي النهاية طبعا الإقتصاد البحريني سينتعش الطب في البحرين سيوفر فرص توظيفية سيقدم كثير من الخدمات للمراجعين والأطباء على حد سواء شكرا لكم أستاذ أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة حاضرة مجمع بوابة الخليج الطبي وأيضا كل الشكر لك دكتور حسين المير رئيس الأطباء في المجمع الطبي ونرجع نكرر كل التوفيق وليكم إن شاء الله في هذه المشروع هذه المشروع جاء في سياق تجربة البحرين الرائدة في مجال رياضة الأعمال والإقطاعات البحرين شوط كبير فيه واستطاعت أنها يتحقق مكانها متقدمة على المستوى العربي والعالمي وأكيد بنفتخر لما نفتح مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تسام في فتح التوظيف لكثير من الأطباء والعاملين في الجهات الصحية وبشيء بيكون عندنا توازن بين فتح العديد من المشاريع وفي المقابل تسهيل المشاريع الصغيرة وتيسيرها هذه كانت فقراتنا لحلقة اليوم نلقيكم باشر على خير إن شاء الله تصبحنا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر